اشتركوا في القناة الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا جلالة الملك المفدى بهذه المناسبة بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كفة وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة ضمنها سموه خالص تهني وأطيب تمنيته لسموه بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الإمارات العربية الشقيق اضطراد التقدم والرفعة والرقي في ظل قيادة سموه الحكيمة مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعلاقات التاريخية الأخوية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة ممثلتين إلى كل منه أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولعهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنها سموه أطيب تهنيه بمناسبة ذكر اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وافر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق دوام التقدم والتطور كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برقيات التهنئة مماثلة إلى إخوان أصحاب السمو وعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود مهنئا سموه فيها بهذه المناسبة الوطنية هذا وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليلعهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليف بن زايد الانهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لليوم الوطني للدولة الشقيقة عبر سموه فيها عن صادق تهانه وأمنياته لسموه بمنفور الصحة والسعادة ولشعب الإماراتية الشقيق دوام التقدم والتطور كما بعث سموه برقيتين تهنئة مماثلتين إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمنهما سموه أطيب تهانه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة الشقيقة متمنيا لسموهما وافر الصحة والسعادة وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من النماء والتطور هذا وبعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقيات تهنية مماثلة إلى أخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ضمنها سموه خالص تهني بهذه المناسبة الوطنية